اشتركوا في القناة وكأس الشركة العربية لإصلاح السفن أسري وكأس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة كما حضر السباق عددا من أصحاب السمو وممثل الجهات الرعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام إحسين حسن المدحوب بتقديم كأس مؤسسة الحصان العربي للشوط الأول إلى المضمر الفائز عبدالله كويتي فيما قدم سجاد حسن المدحوب كأس الشوط الثالث إلى المالك الفائز علي جعفر درويش كما قدم السيد نيكولاس جوماريس كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز جاسم محمد فيما قدم السيد يوسف أسامة بحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل كأس النادي إلى عبدالله فوزي ناس وتسلم سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى الخليفة كأس الشوط الثامن من السيد علي حسن المدحوب كما تسلم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كأس شركة أسري من الشيخ دعيج بن محمد بن دعيج آل خليفة نائب الرئيس لشؤون الدعم المؤسسي بشركة أسري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر